أول شيء المشكلة ما بين مدينة الضربدة و مدينة الرباط وهي أول حاجة لمقاربة تشاركية ما كانت شيء الباب التواصل إلا كان مغلق حتى يكون واحد طرف عنده الحق طرف تاني ما كيسمعش لهذاك الأمور دياله مسألة تانية كمهني يعني كان واحد القرار خرج في سنة 2019 مدينة الرباط باش خفض نسبة ديال رسم المشروبات لم يتم تطبيق دياله داس في الدورة الجامعة ولكن ما تمش التأشير عليه مني كيكون العكس الزيادة في البلاسة كيتم التأشير عليها بدا إذن الأولى المقاربة ما كانت شيء نديره قراءة تقنية لهذاك القرار ديال الرباط القرار ديال الرباط جميع تراب ديال جامعة الرباط مرة من ستين درهم لسبعين درهم لهذاك ليباش العاديين ولكن ليباش والتيراس اللي محوزين هذيك للتيراس وهذا يدير فيها عملية تتبيت ديال هذك الأتات ويتم واحد النوافذ وتكون عنده واحد الأبواب محسنة هذك تم إعطاء واحد سومة على حساب ثلاثة دلماناتيق من على ما أدون منو يخفصين درهم إلى غاية خمسمية درهم اللي مثل هنا يا هذ النقطة هذي لو تم شرح ديالها في الفون ديالها في الجوهر ديالها كان غايكون واحد شوية بعدها أول شيء التفهم ويعرفوا بأنه ماشي جامع معني بهذا الأمر وهذا وكان فرق بين الدرباط ورباط الدرباط بغاو يزيدوه على الجامع كيفما كان النوعية دياله الباش دياله النقطة الثانية كان خلص تكون المقاربة التشاركية باش نشوفوا لأنه بعد الخطرات في نفس الحي ماشي الجامع كيستفد ولا عنده واحد رقم معاملات كبيرة إنه غادين ونري ورجعوه اللي مزاجية في تطبيق ديال القانون لأنك جيتي في واحد المنطقة كعقابلك خلص تخلص فيها ضرائب كتيرة وإتوت كبيرة ماشي الجامع كيستفد وماشي الجامع كيدخل عنده مداخل كبيرة هذه واحدة المسألة الثانية الضرفية العامة جينا في حالة فترة اللي هناك مراجعات ديال الصندوق الوطني الدماء الاجتماعي والدعائي الكبيرة اللي كتجي الناس متعطرين في الخلاص ما قادرينش يخلصوا القديم وانتاكت جيد وجديد الوضعية شنو غاد تكون الى العمدة ديال الرباط بقات قبطة في الرأي دياله وما قلستش مع هاد الناس عندها قوة القانون قوة فعل الشيء ولكن كان نتيجة ما قادرينش من نتيجة إيجابية أعلاش لأنه غايبقى عندها العديد من الملايين تعد الدراهيم ولا الملاير ديال الدراهيم كتستالها وغايبقى في الباقي استخلاصه إذن هنا يا رجعوا لهذاك المقاربات اللي كان المواطن أنا كنت تكلم عن المهني هو هو مواطن كان كيشتاكي من المجالي السابقة إذن رجعوا في نفس الفترة هذا المجلس هذا إذا لم يجلس مع المهنيين خداهم بواحد الفكرة يشوفوا المشاكل على شتاعته لأنه أخصنا رجعوا الهدف ديال المسير اللي يكون في عاونه وهو يحقق واحد لما داخل ما تكونش عندنا أعلى من طقاف التضريب لأنه إذا عاونت واحد المقاولة أنها تخدمه الدكولاري اللي عندها على يقين أنه غدا تمشي تحل محل تاني وتخلق لنا فورة شغل تانية وإلا ما اخذينا هاش بالليمنا كان نخذوها بالإسراء ماتنا إلى شط شباركا ما خلصها شينا كانت مقا في الأرباح دياله وقد تأخذ مننا عود تاني الجامعة واحد الناصيب والدولة تأخذ واحد الناصيب ولكن إلا مشينا في هذا التعنوت للأسف ما كانش الحمد لله في الدرب إذا إلى غاية يومنا هذا يعني شفنا كيف اجا واحد القرار غاد ينجلسوا جميع حنا علينا المسئولية نتعاونه مع المجلس والمجلس عنده المسئولية كيفما يحفظ المصالح ديال المواطن العادي كساكين يمشي يحفظ المواطن اللي هو مهاني وإلا مشينا في هاد المقاربة غير نجعور هاد الشي واللي مني كنا كان فرحوا الدستور ديال 2011 اللي يتكلم عن المقاربة التشاركية هذا هو الهدف منا وجميعا نقدروا نوصلوا للجميع اللي يحولون ونأخذوا بإنه أي قرار يمكن التراجع عليه باش نوصلوا واحد النتائج اللي مزيانة أما إلا بقينا في البقاء يستخلاصوه من بي معنى هاو كنت عن نوتي ديال المجلس فرد واحد القانون من بعدها بقاء ببقاء استخلاصوه اشنو غاد تعمل سيدة العمدة غاد تحجز على هاد الناس فين أول بديل إذن الفكرة بحر غاد ينحنية كنشوف ريوسنا غاد ينلاحظ اليوم كنتمنى من الجاميع أنه يسلكوا واحد مقاربة تشوكية يتم التحسيس يتم هذا نحيدو الناس اللي ما كيخلصوه شيخصو ميرجوع يخلصو اللي معنوش الرخاص يتعاونوا معاهم يخرجوا الرخاص والجاميع يخلص الجاميع يسام في المدية ديالو وما يكونش الضغط على واحد في قاب واحدة